وصلت وزارة الدخلية حملاتها يوميا لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الدخلية خلال 24 ساعة من ضبط 435 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 85 طن مواد غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 8 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 77 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 714 قضية من بينها 158 قضية خبز نقص الوزن و142 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 15 طن أقماح محلية